بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال إن شاء الله اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية البحث عن القنوات في جهاز كما تلاحظون هنا GoldSat HD 700 Mini هذا الجهاز سبقت بمراجعة له سوف نتعرف على كيفية إدخال القنوات وكذلك الترددات وكذلك التعديل على القنوات بسم الله على بركة الله نبدأ كما تلاحظون الجهاز فارغ تماما من القنوات أول شيء بوسطة Remote Control نضغط على زر Menu هنا أول شيء نقوم بها سوف نغير اللغة إلى اللغة العربية نضغط هنا على Preferences ثم نغير هنا إلى العربية إذن بعد تغيير اللغة إلى العربية نبحث عن القنوات نذهب إلى Installation ثم نضغط على OK ثم إعدادات الهوائي نختار هنا القمار الـ بعد ذلك نضغط على الزر الأزرق كما هو مبين هنا الزر الأزرق من Remote Control هنا في الاستقطاب نطرق كلاهما الأفقي والعمودي بحث الشبكة هنا كما تراحظون غلق سوف نعلم على فتح نوع القناة من الأفضل المجانية أو الجامعة أنا أفضل المجانية فقط ثم نوع البحث هناك كما تراحظون هنا بحث عشوائي ثم بحث يدوي ثم بحث آلي أنا أفضل دائما أن أعمل بحث عشوائي ثم نضغط على الزر أوكي من remote control كما تراحظون أعمل أعملية البحث بدأت هنا قنوات التلفزيون كما تراحظون هنا قنوات خاصة بالراديو ثم هنا الترددات هنا لزافة أربعة في المئة إلى حين الانتهاء من البحث سوف نعود بعد قليل الآن هو في 98% فهو يقترب من نهاية البحث ننتظر قليلا هذا كما تراحظون هو فقط بحث عشوائي يعني القنوات ليست بصغة مرتبة بعد الانتهاء من البحث سوف نقوم بكيفية ترتيب القنوات بالشكل سريع فقط لكي ننظر في الفيديو ننتظر بعد الوقت كما تراحظون هنا انتهى من عملية البحث عن القنوات نضغط على الزير نعم ليقوم بعمليات حفظ البيانات هنا ها هي القنوات كما تراحظون هذه كل القنوات كما تراحظون فهي غير مرتبة بطريقة جيدة فقط بحث عشوائي الان سوف نقوم منقص من الصوت تعفون الان لترتيب القنوات نضغط كالعادة على مينيو ثم نضغط على شانيل ماناجر ثم اوكي ثم نضغط على ادارة القنوات بعد ذلك ها هي كل القنوات موجودة هنا مثلا سوف نقوم بترتيب القنوات كمثال فقط هنا المغربية نضغط على اوكي ثم معها سوف بشكل عشوائي فقط اي قناة كاميرا ثم نضغط على هذه القناة مصرحة مثلا هذه القناة الجنوبية او الغديل كيف ما كانت ثم بعد ذلك نذهب الى الرقم واحد او اي رقم نريد ترتيب القنوات اليه هنا الرقم واحد ثم نضغط على الزر كما تلاحظون هنا الزر الاسور ثم اوكي كما لاحظتم هما الرقم واحد اثنى ثلاثة هذه هي القنوات التي قمنا بترتيبها نقوم بترتيب قنوات اخرى مثلا قناة الفتح معها قناة سي ان او كي ثم مثلا تونيزيا ساس مثلا كمثال الفتح اطفال هنا نذهب الى اي رقم نريده مثلا سوف نذهب الى الرقم كمثال فقط رقم 10 مثلا بعد ذلك نضغط على الزر الاصفر من الريموت كونترول كما تلاحظون هنا اعطتنا رقم 10 ثم نضغط على اوكي كما رقم هنا هي القنوات مرتبة بشكل جيد هذا فقط تعرفنا على كيفية البحث العشوائي ثم التعديل وترتيب القنوات هناك نوع اخر من البحث او ادخال القنوات بوسطة الترددات سوف اقوم بامالية ضبط للمصنع اعود اليكم بعد قليل اشترك ترجمة نانسي قنقر اشترك 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 اشترك